الكتاب أو رأوه في الأسواق يأخذون نسخة منه أما فيما كتبه مدرسة السنة أو أهل السنة في هذا المجال هذا الكتاب كتاب بحوث في أصول التفسير للأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة الملك السعود هناك يقول المؤلفات في ذلك كثيرة فمن المؤلفات في ذلك يعني في آيات الأحكام من المذهب الحنفي تفسير أحكام القرآن لأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص وكذلك تفسير أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي وهو غير ابن عربي المعروف صاحب الفتوحات ويميز بينهما بالألف واللام باعتبار أنه ابن عربي صاحب الفتوحات ليس هو ابن العربي وإنما هو ابن عربي أما هذا فمعروف بابن العربي هذا الذي ينسب إليه في بعض كتاباته أن الحسين قتل بسيف جده هذا هو ابن العربي بل كان أحد الإخوة على المنبر قال بأنه ابن عربي يقول أن الحسين قتل بسيف جده فمن نزل من المنبر شيخ توفي رحمة الله تعالى عليه قلت له هذه الجملة ليس مالة ابن العربي هذه مالة ابن العربي صاحب أحكام القرآن قال أعرف هذا قلت له شي شي قلت قال لأنه أريد أطيع حظة ابن العربي وهذه الطريقة في التبليغ قال هذا أريد بأنه كذا أفعل المهم الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي اللي هو التفسير المعروف بالجامع لأحكام القرآن هذا طبعا أنا اشتبهت هذا الحنفي الأول وأما لأبي بكر بن العربي والجامع لأحكام القرآن على المذهب المالكي وعلى المذهب الشافعي أحكام القرآن الذي هو لأبو بكر البيهقي وأحكام القرآن للهراسي والإكليل في استنباط التنزيل السيوطي وهكذا مجموعة ومن المذهب الحنبلي زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي أيضا كتاب مهم من الكتب التفسيرية المهمة الأعزاء هذا لا بد يكون إذا مهتمين بالتفسير هذا الكتاب من الكتب المهمة زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي طبعا هذا التفسير ليس مختص بآيات الأحكام ولكنه الأحكام التي عرض لها إنما هي قائمة على أساس المذهب الحنبلي وهكذا بالنسبة إلى الكتب الحديثة في الكتب الحديثة أيضا نيل المرام في تفسير آيات الأحكام روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني وكذلك تفسير آيات الأحكام للسايس وكذلك تفسير آيات الأحكام للقطان ومجموعة من الكتب التي كتبت في هذا المجال